على مدار الساعات الاخيرة اترشح للنادي الاهلي اكتر من اللعب محلي في مركز المهاجم تحديدا منهم مهاجم نادي امبي احمد امين اوفا اللعب اللي قدر يقدم مستوى مميز اثناء الموسم الماضي في الحلقة دي هقول لك مين اوفا وقدم في مسيرته كارقام واحصائيات وايه هي الاضافة اللي ممكن يقدمها للاهلي ولكن قبل ما نبدأ الحلقة اتمنى توحد الله وتصالى على سيدنا محمد ويلا بنا صريقي نبدأ الحلقة احمد امين اوفا موليد الف تسعمية ستة وتسعين يعني عنده سبعة وعشرين سنة في الوقت الحالي لعب المفروض بيقدم المستوى الافضل في مسيرته حاليا ولكن لما تطلب اللعب من امبي هيقول لك خمسين وستين وسبعين مليون جنيه مصري عادي جدا ما تتفاجئش يعني اوفا برق مسيرته مع نادي العيات وتصعد للفريق الاول ولعب معهم ست شهور فقط قدر يسجل تلاتاشر هدف وقدر يساهم معهم بالصعوب من دور الدرجة الرابعة الى دور الدرجة التالتة ثم في موسم 2018 بينتقل للشرقية للدخان باربعين الف جنيه مصري وبعد انتقاله مشاركش مع النادي على مدار موسمين مش بس كده ده ما كانش بيدخل الاسكور تماما لحد لما اتولى تدريب الفريق الكابتن على ابراهيم علشان اوفا اشارك مع الشرقية وقدر يقدم مستوى ممتاز مع الفريق سجل سبعة وعشرين هدف على مدار الموسم وساهم مع الفريق بالصعود الى دور الممتاز به علشان في موسم 2021 ينتقل الى سراميكا ولكنه برضو ما شاركش مع الفريق علشان يطلع اعارة الى المقصة وكانت تجربة سيئة برضو لانه ما قدرش يشارك في المباريات بعدد دقيق كافي ولعب اربع مباريات فقط وقتها علشان يرجع مرة تانية الى الشرقية للدخان بعد الصعود للدور الممتاز على سبيل الاعارة وانا لفت الانتباه بانه مهاجم مختلف وعنده حاجة مختلفة وقدم مستوى جيد مع الفريق لعب اربع تاشر مباراة سجل ثلاث اهداف وسنع هدفين علشان معناية الموسم الشرقية للدخان بينزل دور الدرجة التانية وقفة يرجع سراميكا ويدخل في صفقة تبدولية مع امبي قفة ينضم الامبي ويبوكا ينضم لسراميكا وقتها بعد ما انضم الامبي اصبح واحد من اقوى المعاجمين في الدوري لعب مؤسر في الملعب ومقدم وضافة كبيرة لنادي امبي وبشكل عام لعب مع امبي خمسة وتلاتين مباراة قدر يسجل اتنشر هدف وسنع هدفين ارقامه مش افضل حاجة ولكن بالنسبة لفريم منتصف جدول فهي ارقام جايدة لو اتجعنا دلوقتي لابرز ممائزات وعيوب اللاعب اولا هو لعب صاحب بنية جسدية ما شاء الله ممتازة قوف الالتحامات سواء الارضية او حتى الهوائية بيجيد لعب الدربات الرئاسية ولكن استغلاله ليها مش افضل حاجة لانه من دمن اتنشر هدف سجلهم مع امبي سجل هدف وحيد فقط من ضربة رئاسية امام الزمالك وحتى على مدار ما سرته في الممتاز سجل هدفين فقط من ضربات رئاسية ودي حاجة مش ايجابية تماما لانه لعب طويل وعنده الكدرة الجسدية اللي تخليه يطلع ويلتهم ويلعب بدماغه بشكل كويس دي فعال انا بقوله لك ان الدريبل والكنترول بتاعه مش افضل حاجة ولكنه بيقدر يحتفظ بالكرة لانه لعب كوي زي ما قولتلك ومميز جدا انه يلعب كمهاجم محطة كمان لعب مميز في توقع مصار الكرة داخل منطقة الجزاء ودائما بيتابع الكرة التانية بشكل جيد لعب جيد في المساحات وعنده سرعة جيدة ويادر يساكل اكتر من هدف بسبب التحرك بتاعه مبيل الخطوط بص لو سألتني هو اضافة للنادي الاهلة او لا انا بقولك هو مصوبر عنده حاجات كتير جدا لازم يشتعل عليها ولكن اللي ميز عن غيره حاليا انه قوي جسديا ومشاغب بشكل كبير ويقدر يسادد برجل الاثنين بنسبة تتخطى السبعين في المية مؤاجم طويل ولكن لازم يشتغل على الدربات الرئاسية بشكل اكبر لو انضمن الاهلي لازم يشتغل اكتر بكتير ويتطور اكتر من كده هو مش اللعب الحريف مش اللعب اللي يحط كورته على الارض ويعد واحد على واحد او حتى اتنين على واحد هو مختلف تماما هو لعب بدني بشكل كبير بيجدل للتحامات بينزل واستلم ويقدر يسلم الاجنحة لعب ارتقاءه عالي ولكن نسبة تسجيله من الدربات الرئاسية تكاد تكون ضعيفة جدا لازم يشتغل عليها وبأكدها اكتر من مرة انا قلت راهي وهستنى اسمع وجهة نظرك هستنى الكومنت بتاعك لانه يهمني جدا واخيرا اتمنى قبل ما تقفل الحلقة يا ريت توحد الله لا اله الا الله وتسلع على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرز وهو هتنسى تعمل لايك وفولو للصفحة الرسمية على فيسبوك اللي اسمها تفان اهلاوي نتقابل بخير يا حبايب سلام